نكمل أخبارنا ومع نادي بيرامدز اللي تلقى اختار رسمي من الاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف لتحديد موعد وحكام مباراته أمام الجيش الملكي المغربي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأسة كومفدرالية الأفريقية أتكرر أن تقام المباراة يوم الأحد 12 فبراير المقبل في تاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي على أن يدير المباراة تقم حكام من دولة ليبيا الشخيخة بقيدة الحكم معتز إبراهيم وعينه عيسى عطية والمساعد الأول وحيد الجهي والمساعد الثاني عبد الواحد حريدة الحكم الرابع طبعا ويرقم وراء محمد أحمد سليمان من دولة السودان ويرقب الحكام والمنصق اللي يكون موجود طبعا كوساد من إتشاد المنصق العامة يكون فيكتور من جنوب أفريقيا والمنصق الأمني راشيد من الجزائر أنا مش عارف إيه الحاجات دي أو يعني مش مهمين بالنسبة لنا ولا منصق أمني ولا منصق يعني ما حاجة بالنسبة لنا حكم الساحة والليلة عندنا العديد من المباراة الشايقة في مختلف ملاعب أوروبا ومختلف ملاعب العالم ممكن يكون أبرزهم فلهم أمام توتنهام تعالوا نستعرض أهم اللقاءات النهاردة ترجمة نانسي قنقر هل نكمل أخبارنا وأعلن نادي الوحدة الإماراتي بشكل رسمي اليوم تعقده مع البرازيلي ماتياس بريرا معارب من الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الجاري وقال الوحدة في بعينه الرسمي تعقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتياس بريرا 26 عام قدما من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الأعارة بريرا كان دخل في خلاف مع مدربه في نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياس طبعا مما دفعوا الاستبعاد من قائمة الفريق في الموباريات الأخيرة للهلال وطلب بريرا من إدارة الهلال سماح لي بالرحيل عن الفريق وانضام بريرا للهلال في صيف 2021 بعقد مدته خمس سنوات قادمة من ويست برومتش طبعا وبصفقة كانت 16 مليون جنيه استرلين في سابقة تحدث لأول مرة استخدامة البطاقة البيضاء زي ما بقول لحضراتكم كده أول مرة في التاريخ في تاريخ كرة القدم فطبعا الدور المحترفين أو في كرة بشكل كبير جدا خلال مباراة كرة القدم نسائية بين دينفيكا وسبورتينج لشبونا وفقا طبعا لمواقع البرتغالية البطاقة تم إشهارها بعد اتحادة طاقم الطبي للفريقين في أرض الملعب لمساعدة إحدى اللعبات بعد شعورها بالمرض في بداية اللقاء والحكم الرابع رفع البطاقة البيضاء تخديرا لرحم الرياضية ويعني أخذوا ترحاب كبير جدا وتصفيق كبير جدا من قبل الجماهير البطاقة البيضاء تم استحداثها بشكل جديد في الملعب العالمية لإظهار تخدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة في محاولة تحصين القيمة الأخلاقية في الرياضة بشكل عام أنا شايف دي فكرة جيدة جدا جدا وأكيد أهم حاجة هي روح الحلوة وروح الجيدة في الملعب ولازم الطاقم الطبي على فكرة دي حصلت كتير جدا الطاقم الطبي لو في حد تاعب كل الناس بتحاول تساعد الناس كلها ستوصل لأفضل شكل ممكن وجه النجم بورتغيلي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي رسالة إلى جماهير فريق وبعد الظهور الأول بقميص الفريق في الدوري السعودي للمحترفين أمام فريق الاتفاق واللي فاس فيه النصر بهدف نظيف من رأسية المهاجم البرازيلي في الديئة واحدة وثلاثين طبعا تاليسكا لسجل الهدف وشارك فيه رونالدو من بداية المباراة وحتى النهاية وهي المباراة الرسمية الأولى لبقميص العالمي في تويتر على تويتر قال رونالدو المباراة الأولى الفوز الأول أحسنتم يا رفاق شكرا لجميع المشجعين على الدعم المزهل طبعا كريستيانو رونالدو من اللعيبة الكبيرة جدا وأكيد إضافة كبيرة جدا للكراء السعودية والنادي النصر